اهلا بحضراتكم من جديد دايما السينما جزء كبير من احتفالات المصريين بالعيد وخصوصا الشباب بنلاقي قبال على دور السينما والناس بقى تاخد العدية وبعد كده تروح تدخل السينما وتنبسط بأفلام العيد السنة دي عندنا يمكن صبغة كوميدية لمعظم أفلام العيد الصغير اعتقد يمكن عندنا سبع أفلام معظم الأفلام يمكن معدى فيلم أو اتنين يعني في الإطار الكوميد نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن أفلام العيد وإيه اللي بيقدم له الجمهور خلال أجهزة عيد الفطر المبارك دلوقتي معانا في الستوديو ناقد الفني أحمد تعديدين مساء الخير على حضرتك مساء الخير وانت طيبة وكل المشاهدين بخير إن شاء الله دايما كنا متعودين ومن وحنا صغيرين إنه في الأعياد دايما في أفلام في السينما وكان في رواد للموسم ده لازم يكونوا موجودين دلوقتي احنا بقينا بنشوف يمكن الموسم السنادي موسم عيد الفطر سبع أفلام أعتقد معظمها أفلام كوميدية شفنا البروموهات بتاري التنزل في المهار للنجم محمد رمضان فيلم بعض الشر لعلي ربيع وميرنا نور الدين شفنا عدد من البروموهات بتاري التنزل ودايما بنقول بيبقى فيه أقبال من الشباب ناحية السينما في العيد السينما العيد تختلف عن السينما العادية ليه بقى؟ احنا خارجين من موسم رمضاني موسم دراني داسم داسم مليان تقيل جدا الدراما فيه أعلى من أي حاجة تيجي بقى للسينما السينما محتاجة إيه هو خلال الخمستاشر عشرين سنة اللي فاتوا دايما الموسم العيد الفطر تحديدا ويمكن عيد الأطحى بس عيد الفطر الأهم بيبقى درجة الكوميدية فيه أعلى عشان أنا خارج من قبلها 30 يوم دراما كموسم فيه مسلسلات كتير طب وده أثر بالسلب على الجمهور يعني ناسا اللي شايفة دراما قوية طول رمضان مش هتروح السينما؟ خلي بالك من نوطتين اللي بيشوف الدراما بشكل كبير مش هو شريحة الشباب الصغير اللي هم يروحوا فين؟ السينما لأن السينما ليها جمهور دي خروجة في العيد كمان جمهور العيد مش هو جمهور السينما ده جمهور معظمه جاي من أطراف القاهرة واخد العيدية بيخرج وبعدين في الآخر لازم يدخل السينما بالإضافة أنه هو ساعات بيروح للنجم بتاعه عندي محمد رمضان أنا رايح لمحمد رمضان مش رايح للفيلم أنا رايح أشوف هو هيقدم إيه فهنا الدنيا بتختلف فعلى هذا الأساس أنا عندي حوالي سبع أفلام هلاقي أن السبع أفلام فيهم فيلمين لو خرجتهم من العدد الخمسة البقيين كوميديا أكتر والفيلمين يغلب عليهم في طابع الأكشن مع برضو شيء من الكوميديا ولكن مش كوميديا كاملة ولكن فيه فيلم 3D فده بالنسبة لنا حاجة جديدة ده المائدة اللي هي العيدية اللي هي تقدر تلم العيدية لكن السؤال هل فيه أسماء رنانة نزلت أو صفة أول نزلت خلال عيد الفطر في سبع أفلام باستثناء محمد رمضان أعتقد أن الأفلام الباقية في المتوسط وممكن تحت المتوسط طيب لو احنا بنتكلم عن فيلم هارلي لمحمد رمضان بعد النجاح الكبير اللي حققها جواعفر العمدة يفرق إيه في إرادات هارلي أو لم يلوش علاقة؟ لا هو ملوش علاقة كبيرة ولكن ممكن فيه لنك ما بين الاثنين محمد رمضان طول التلاتين يوم شغال دراما تلفزيونية فيها جزء من الأكشن ولكن هي في الأصل إيه؟ حالة درامية تمام لما جاء في الأيد يمكن الفيلم نزل مبارح أنا كنت في العرض الخاص شوفنا شكل مختلف تماما لمحمد رمضان بتكلم على الأكشن وعلى سباق والموتسيكلات واللي مش عارف إيه والكلام من ده ما يمشي والأغاني اللي بيغنيها ما يتوافق مع شريحة الشباب الصغير اللي بيحب محمد رمضان محمد رمضان السنة دي أعتقد أن فيلم العيد هو بمواصفات كلمة فيلم العيد وهيقدر يلم العيدية الموجودة السنة دي وممكن يبقى نومبر ون فعلا طيب نروح لفكرة الوجوه الجديدة والرهان على الوجوه الجديدة في موسم العيد بحيك شايف ده إزاي زي أدهم الشرقاوي مثلا وجوده في موسم العيد يفيده ولا يوره؟ يعني هو يفيد الممثل بشكل نقدر نقول أنه بشكل جيد مش هقدر أقول شكل بسيط أو شكل ممتاز بشكل جيد ولكن عشان تفيد أي ممثل لازم يتحط في مجموعة جوه مجموعة كبيرة هل في كاست كبير في أي فيلم من أفلام العيد باستثناء هارل لو احنا بنكلم على خمس جوارات تقيمة في مجد المصري في بسانت شوقي ونور النبوي لا بنكلم معظمهم يعني بخلاف نجلق بدر ومجد المصري هل بنكلم في وجوه جديدة بالضبط بس مش يعني هي هتاخد خطوة لكن مش هتقدر اللي هي تسند تشيل وجه جديد يقوم ببطولها الفارق الكبير شوفنا كمان برومورامسيس باريس لنجمة هيفاء وهبي هيفاء وهبي ومعها محمد سلام وحمد مرغاني ومحمد ثروت هيفاء وهبي هي دخلت السينما فترة من الفترات ويمكن حققت إرادات قبل كده ولكن هذا الفيلم بقاله فترة طويلة مرة لا ده هينزل في الصيف لا هينزل في العيد لا عنده مشكلة لا أخد تصريح كل ده أثر على الفيلم بدليل إن إرادة الفيلم النهاردة مش بالقوة اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هيفاء وهبي مفروض حتى الدعاية عليه أقل بصفة عامة أفلام العيد قادر أقول إن هي في الشريحة المتوسطة طبعا نروح لعلي ربيع وفيلم بعض الشر وعلي ربيع بقى أحد أطراف يعني الكوميديا الموجودة على الساحة وإحنا بنتكلم عن موسم علي ربيع علي ربيع ممثل جيد يصلح في المصرح بشكل كبير جدا لأنه هو قايم على الارتجال وده الصفة اللي ميزت مصرح مصر مثلا منجحته لكن هل ارتجال يصلح في السينما بشكل كبير أعتقد فيه علامة استفهام هيعمل فيلم وهيعمل وهيشتغل وكل حاجة وممكن وطعبا كل عيد بيكون لي فيلم ما هو أفلام احنا اتفقنا أن جمهور العيد مش هو جمهور السينما فجمهور العيد الفيلم ممكن ينزل ياخد إيراد الأسبوع وأسبوعين وكده زي الفل وخلاص لكن هل ده فيلم أو نوعية هذه الأفلام ممكن تفتكريها بعد سنة أو اتنين دي النقطة لكن حاليا يمشي مع لي يعني أعتقد ممكن يكون هنا فيه يعني رهان على جمهور مصرح مصر لو نحن نكلم على علي ربيع الأسر اللي بتتفرج عليه في مصرح مصر تروح السينما تشوف فيلم ممكن تشوفي كل شيء ممكن ولكن لو بتتكلمي على قيمة فيلم ممكن بعد شهرين أو ثلاثة تقدري تفتكري هل تفتكري علي ربيع قدم إيه السنة اللي فاتت أو اللي قبلها سينمايا أنا بتكلم في السينما مختلف عن التلفزيون والمصرح السينما يا جماعة لها محددات يعني أنت فاكرة النهاردة أحمد زاكي قدم إيه من أربعين سنة محمود عبد العزيز قدم إيه من تلاتين سنة نور الشريف نفس الحكاية ولكن في أفلام اسمها أفلام العيد اللي هي حيات دورة حياتها من أسبوعين لثلاثة تاخد الإيراد تكاية الفلوس اللي هي ادفعت عليها وتاخد مجموعة من الأرباح وخلصوا مع السلام ده الهدف من الأفلام لو بقيس بنفس المقيس دي ممكن فيلم عليه ربيع يكون في مرحلة النجاح طيب ابن الحج أحمد وشيكل أول مرة بنشوفه بعيد عنه عشان ماجد ده بقى اللي احنا مستجمعين وبعد كمان يعني ما هو انفصل السلاسي بقى سنائي بقى فردي وتعالي قبل ما نتكلم على الموضوع ده تعالي نتكلم على السلاسي كسلاسي الناس حبت هذا السلاسي لأنهما فكرون بسلاسي أضواء المصرح ولما انفصلوا بقى سنائي قلنا يا جماعة طيب مظيف أحمد الله يرحمه لما ما يتفضل جورج وسامير وكملوا بشكل جاي بعد كده انفصلوا تاني وكلوا واحد لوحده من هنا الناس مستنية شيكو هيعمل ايه هو كمان واخد نجوم شوية من الكبير قوي فنانا رحمة أحمد بالزبط اعتقد انه يعني دي برضو حالة عامل توليفة يستفيد منها عامل توليفة وتوليفة كوميدية لذيذة نتمنى ان هي تنجح لأن احنا كل ما هينجح ما احنا هنكسب بطل جديد نجي من نجوم السينما لأن السينما عنصر اولا اقتصادي سانيا طرفيه فاحنا محتاجين السينما تشتغل لو نجح شيكو يبقى هو بيقدم لون لوحده وممكن ينجح فيه ونتمنى ذلك طيب عندنا فيلم رعب بقى بعيد عن الكلام ده اليوم 13 احمد داود دين الشربيني شريف مونير جمالة مراد نصرين امين يعني توليفة من الكاست من الاسم كلموا عن فيلم ده كتير جدا من اسماء النجوم واضح ان الفيلم ده ممكن يبقى يقول حاجة ولكن هل هزي انه هي تنجح في العيد جمهور العيد هل يتقبل هل يتخلي بالك ان الجمهور العيد مش داخل انه هو يفكر في الفيلم ماشي ازاي ده داخل عايز يضحك وهو بتكلم مع اللي جنبه تمام فيلم الرعب مغامرة انه هي ينزل في العيد ومع ذلك لو نجح هو ممكن ينجح من الاسبوع التاني تمام لو نجح ده شي جميل ده تجربة جديدة في السينما واحنا مستنين واعتقد كمان الافلام مستمرة سبعين يوم تقريبا في طول دور السينما الموسم العيد بيبتدي من يوم الوقفة الى يوم وقفة عيد الاضحى فاحنا بنتكلم في سبعين يوم السبعين يوم عشان كده دايما المنتجين بيحسبوها ازاي يقول لك انا هتصارف على الخلم ده منزلش العيد الصغير انزل العيد الكبير انزل العيد الكبير عندي مساحة اكبر فبيخلص كمان بتبقى الاجازات ابتدت بالزبط بيخلص الافلام المتوسطة في عيد الاضحى عيد الفت ويقدر يلم مجموعة الاراد اللي هي تمشيه لكن الافلام القوية بتنزل الموسم العيد الاضحى لانه اطول ولاحم في موسم الصيف فالفيلم اللي بينجح بيكمل موسم الصيف الى ان يصل الى شهر 11 انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا من ناقد الفني احمد سعد الدين شكرا جزيلا على جودك معنا كل سنو حضرتك طيب شكرا كل سنوان طيبة وكل المشاهدين بك شكرا جزيلا كده مشاهدين خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة عدكم سعيد يا رب وايامكم كلها افراح واعياد ودايما يا رب بلدنا محفوظة وتصبحوا على ألف خير